اسم التجربة انتقال الحرارة بالحمل في السوائل الهدف من التجربة توضيح انتقال الحرارة بالحمل في السوائل عناصر الامن والسلامة الخاصة بالتجربة لا تشم او تتذوق اي مادة يتم استعمالها في المختبر ما لم يطلب منك ذلك في حالة حدوث اي طارئ اخبر معلمك قبل اتخاذ اي اجراء ادوات التجربة كأس سجاجي كبير به ماء لهب بنسن مصدر للون ملون طعام او يمكن استخدام بيرمينغات البوتاسيوم كمصدر للون قطارة خطوات اجراء التجربة نضع قطرة من ملون الطعام باستخدام القطارة في كأس الماء بحرص بحيث تسقط وتترسب في القاع نضع الكأس الزجاجي على لهب بنسن ثم نقوم باشعال اللهب بحيث يكون اسفل القطرة الملونة مباشرة فنلاحظ بدء جزيات ملون الطعام في الصعود الى طبقات المياه العليا ثم سرعان ما تهبط لاسفل من الجهة المقابلة ومع استمرار التسخين تستمر هذه التيارات ما بين الصعود والهبوط حتى يتلون الماء كاملا النتائج عند تسخين الماء تتباعد جزياته يتمدد وبالتالي يزداد حجمه وتقل كثافته عن باقي طبقات الماء الاخرى السطحية فترتفع نتيجة لذلك طبقات المياه السفلية الساخنة لتحل محل طبقات المياه السطحية الباردة والتي تهبط للأسفل وهذا ما يعرف بتيارات الحمل وتتكرر هذه التيارات حتى يصل الماء الى درجة الغلايان